اشتركوا في القناة وكذلك ولاية بناء عباس الأمطار ستلتحق حتى على منطقة صورة تحت وقارعود بينما على الوجهة الشمالية بعد انقشار ضباب مع نسبة رطوبة عليا على وجهة الساحلية الوسطى والشرقية في الأجواء تبقى مغاشات على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب مع هبوب رياح قوية على الوجهة الساحلية الغربية تصل إلى غاية 50 كم في الساعة حتى على ولاية تيندوف كذلك صحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب أقول مثيرة للزوابع رملية خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد درجة واحدة دون الصف على السطيف وحتى على باتنا 6 درجات على العاصمة 9 درجات على ولاية بشار 7 درجات على تيندوف 17 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد ارتفاع لدرجات الحارة تقريبا على كافة المنطق الشمالية ستفوق المعدل الشهري خاصة على الوجهة الغربية ننتظر مقاييس ما بين 24 درجة إلى غاية 25 درجة على كل منتلمسان عينتي موشنت مستغن موهران 14 درجة على السعيدة 16 درجة على العاصمة نفس المقاييس على غردية كذلك ولاية إليزيتا نخفض على الجنوب الغربي مقاييس ما بين 14 إلى 16 درجة ترتفع على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب أما البحر خلال أقول خلال يوم الغد يبقى بحول الله هادئ على السواحل الشرقية رياح ضعيفة لكن قليل إضطراب على السواحل الوسطى مع رياح مهتدلة بينما بحر مضطر مع رياح قوية تصل على 50 كم في الساعة وهذا على الوجهة الغربية ترجمة نانسي قنقر